السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية السباك أو أدوات السباكة في المنام من يرى في المنام السباك يدل على تولي منصب كبير في عمله كما قال أن رؤية السباك في المنام دلالة على الشخص الفاصل الذي يقدر على تفريق الحق من الباطل إزارات العزباء في المنام السباك يدل على أنها أحيانا ما تكون قادرة على إظهار الجزء الجيد منها ومقدرتها على إخفاء عيوبها رؤية أدوات السباكة في المنام أدوات السباكة بتدل على رغبة صاحب الحلم في تحديث حياته وتغييرها للأفضل لو شاهدت أدوات السباكة على سريرك في المنام بيدل على حصولك على ميرس رؤية محل السباكة في المنام أو الشراء منه دليل على تخطي المراحل الصعبة والمتعبة في حياتك رؤية تصليح حنفية الماء بواسطة السباك يدل على نجاح المشاريع وتحقيق الأرباح كما تدل رؤية تصليح الحنفية على إعادة هيكلة الرأي الحياة والاستقرار والهدوء إذا كان الحالم مريضا حاليا فأن رؤية السباكة قد تنبئه بشفاء القريب رؤية السباكة في منام الرجل تدل على أن صاحب الرؤية يهتم جيدا بمجال عمله أما رؤية المتزوجة أن زوجها سباك وأن رائحته كريهة فيدل على ابتعدها عن زوجها لسوق سلوك أو سوق أخلاقه تجاهه وإذا شاهدت أنك تعمل سباكا في المنام يدل على أنك تتمتع بالعظيمة والإرادة القوية التي تساعدك على تحقيق أهدافك فبواجه نعام سواء كنت رجل أو امرأة فرؤية السباكة في المنام من الدلالات التي تدل على أن صاحب الحلم يتبع الحق في كل أمور حياته ويبعد عن الكذب والغشة والخدع لو رأت العزباء أن العريس المتقدم لها سباك فقد يكون ذلك إشارة إلى زواجها من رجل يسعى لكذب المال الحلال بكل الطرق حتى وإن كانت صعبة وشقة أما المتزوجة التي ترى السباك يقوم ببعض الإصلاحات في منزلها دل ذلك على تعرض حياة هذه السيدة للعديد من المشاكل ولكنها سوف تتخطاها في القريب العاجل أما رؤية الحامل للسباك في حلمها فهو من الدلالات التي تبشرها بالسلامة لها وللجنين وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة